السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نعمل حالة سهل سريع خفيف مناسب لأجواء رمضان وهم اشي انه مش مكلف عبارة عن مهلبية تين مجفف او القطين نتيجته مثل السريلاك بامكانكم تقدموا بارد او ساخن قبل منبلش لا تنسوا تصلوا على النبي ولا تنسونا باللايك والاشتراك مثل ما انتم شايفين المكونات على الشاشة بالاول رح نحتاج ل 13 او 14 حبة قطين هذا الشكل بيجي قطعت كل حبة لاربع اجزاء وازلت الجزء الموجود بالوسط اللي هو الجزء الصلب قطعتهم كلهم لخلصت كامل الكمية القطين صار جاهز بعد تقطيعه ضفت عليهم مي ساخنة تقريبا كوبين حركتهم مع بعض وتركتهم تقريبا 15 دقيقة لحتى يصير القطين طري لتحضير خليط النشاء منحتاج تقريبا 9 ملاعق كبيرة ونص نشاء ضفت عليهم حليب سائل ضفتوا بالتدريج بالاول بلشت بنص كوب وحركت لذاب وبعد هيك ضفت النص الثاني لحتى ذاب تماما النشاء وتركته على جنب في طنجرة ضفت حليب سائل تقريبا 4 اكواب حليب ضفت عليهم سكر تقريبا نص كوب او اقل حسب حلاوت القطين القطين هيك صار جاهز بعد ما تركناه يدوب شوي بهذا الشكل صار طري بعد هيك رح اضيفه على الحليب ممكن تخلطه القطين بالاول لحتى يدوب قبل اضافته على الحليب غلفته بالنايلون الشفاف بعد هيك باستخدام المقص عملت ثقب بالوسط بهذا الشكل لحتى يسهل ادخال الخلاط ونخلط القطين مع الحليب لي يختفي ويصير ناعم طبعا امكان كنت تستخدمه شافر الخلاط اذا مش متوفر الهاند مكسر بعد هيك ازلت النايلون وصفيت الخليط بمصفانة عمال حتى نحصل على خليط ناعم بهذا الشكل الخليط هيك صار جاهز وضعته على النار مع الاستمرار بالتحريك من وقت لاخر لحتى يغلي بعد ما غلي ضفت عليه خليط النشا مع الاستمرار بالتحريك بس قبل ما اضيفه حركوله النشا كثير منيح لانه بكون مكتل استمرت بالتحريك لحتى صار القوام كثيف قوام هالوصفة تقريبا مثل البدن لا جامد ولا سائل تركت له حتى يغلي قليلا بعد هيك رفعته من على النار وبعد ما رفعته من على النار ضفت عليه مغلف فانيلا بودرة خلطتهم بالخلاط لحتى تختفي الفانيلا ولحتى يبرد الخليط قليلا وبعد هيك ضفت عليه مغلف كريمة بودرة وحركتهم مع بعض لبعض الوقت وبعديها تركتوا يبرد قليلا مدة 5 دقائق تقريبا ورجعت كملت خلط وهيك مثل ما انتوا شايفين مهلبية القطين صارت جاهزة قوام المهلبية مثل ما انتوا شايفين طبعا كل ما برد بيجمد اكثر وبتكون نتكهته اطيب سكبتوا بسحون التقديم وبعد هيك زينتوا بالفصدق الحلبي المطحون وبالجوز وصحتين وهنا طبعا كان كنت قدموا بارد او ساخن حسب الرغبة بس كل ما برد بيجمد اكثر وبنصحكوا تعتمدوا هالحالة لرمضان لانه سهل وخفيف ونكهته وقوامه مثل السرلك بنصحكم تجربوا تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات نهاية الفيديو باتمنى الفيديو عجبكم واذا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة لا تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها وتفعيل جرسة